هل مررت بتجربة محظوظة بشكل غريب من قبل؟ ربما وجدت أموال ملقاة على الأرض أو ربما كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب من المدهش أن هناك بعض الأشخاص الذين ناجوا من ظروف شبه مستحيلة وعاشوا ليخبرون بقصتهم من امرأة قضت ثمانين دقيقة محاصرة في مياه متجمدة إلى جندي سقط على ارتفاع أكثر من ستة كيلومترات بدون مظلة فلنلقي نظرة على المزيد من الأشخاص المحظوظين الذين نجوا من المستحيل يشكو الناس دائما من أننا مدمنون على هاتفنا الذكية أكثر مما ينبغي ولكن هناك جندي أوكراني قد يجادل بخلاف ذلك أثناء اشتباكهم في الخطوط الأمامية للقتال تعرضت فرقة الجندي لنهران العدو الكثيفة وأصابت إحدى الرصاصات هدفها خوفا من الأسوأ سقط الجندي على الأرض وفحص إصابته ولكن بدلا من إيجاد جرح مميت وجد هذا اخترقت الرصاصة هاتفه مباشرة من غير المعقول أن الهاتف بمساعدة قلادة هوية امتصت تأثير الكامل للرصاصة عيار 7.62 مم وصدها تماما يا إلهي أتمنى أن يكون تأمين هاتف هذا الرجل جيدا مثل حظه رياضات السماء في عشرينيات القرن العشرين لم تكن معايير الصحة والسلام صارمة كما هي الآن لذا نجحت ممثلات الحركة الخطيرة مثل غلاديس روي في أداء جميع أنواع الحركات الخطيرة مثل تغيير إطار طائرة ثنائية الأجنحة أثناء الطيران يا رجل من حسن حظها أنها لم تسقط إلى حتفها في تلك اللحظة لكن غلاديس نجحت في تأمين شهرتها بأداء حركة أخطر بكثير مع زميلتها الممثلة إيفان أونغر صعد فوق أجنحة طائرة ثنائية الأجنحة وانتظرتها حتى ارتفعت إلى ما يقارب كيلومترا في الهواء ثم بدأنا في لعب التنس نعم لقد سمعت ذلك بشكل صحيح من الناحية الفنية لم تكن لعبة تنس حقيقية من المستحيل تقريبا ضرب الكرة لشخص ما عندما تسافران معا في الهواء بسرعة 130 كيلومترا في الساعة تقريبا كانت أرجل الثنائي مربوطة بالطائرة لذا لم يكن بإمكانهما لانزلق ولكن بالنظر إلى أنهما تركت الطائرة على وضع الطيار الآلي الأساسي فإن نوبة قوية من الاضطرابات كانت لتتسبب في سقوط الطائرة إلى حتفها ولكن من المدهش أن كلاهما نجا دون خدش وفعلت ذلك مرات عديدة يطفي هذا معنا جديدا تماما على عبارة نادي الميل العالي أليس كذلك؟ يمكنني التفكير في شيء أقل خطورة بكثير من الوقوف على متن طائرة الضغط على زره الإعجاب والاشتراك أقوم دائما بتحميل محتوى جديد ومدهش لذا إذا فعلت ذلك فلن تكون في خطر الإصابة بالملل مرة أخرى هل قمت بذلك؟ حسنا إذن لقد استيقظنا جميعا فجأة من قبل بسبب صوت ما في الليل ورغم أن الأمر قد يكون مخيفا إلا أنه عادة ما يكون شيئا صغيرا مثل صفق الباب بقوة أو إسقاط قطتك لشيء ما ومع ذلك عندما استيقظت الكندية روث هاملتون فجأة في إحدى ليالي أكتوبر 2021 كان الأمر أسوأ بكثير تسبب صوت انفجار مدون في قفز روث من سريرها وبينما فعلت ذلك أدركت أن شعرها قد احترق في حيرة من أمرها وفي ارتباك نظرت حول غرفتها المظلمة ورأت حفرة كبيرة في السقف ولكن الأكثر إثارة للقلق هو ما كان ملقا على وسادتها صخرة حمراء ساخنة بحجم قبضة اليد على بعد أقل من سنتمترين ونصف من المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه رأسها بقدر ما يبدو الأمر جنونيا فقد اخترق نيزك من الفضاء الخارجي سقف منزلها وهبط على وسادتها بالنظر إلى أن النيازك يمكنها السفر بسرعة مذهلة تصل إلى 71 كم في الثانية فإن حقيقة أن رأس روث لم يتحول إلى مربى بشري تقارب المعجزة تقول الآن إنها تحتفظ بالصخرة الفضائية كتذكار لنجاتها السعيدة ولإبهار أحفادها بالتأكيد يبدو الأمر أشبه ببداية قصة الشرير الخارق بالنسبة لي إذا كنت قد ذهبت للتزلج من قبل فستعرف مدى الإثارة الباردة التي يمكن أن تشعر بها ولكن لسوء الحظ يمكن أن يكون التزلج خطيرا للغاية بغض النظر عن مدى خبرتك اكتشفت أخصائية الأشعة السويدية والمتزلجة المتحمسة آنا باغنهولم هذا الأمر بالطريقة الصعبة في عام 99 كانت أن تتزلج مع بعض زملائها في جبال نارفيك في النرويج عندما فقدت السيطرة فجأة من العدم بدأت في السقوط من سفح الجبل مثل دمية خارقة ثم ضربت برأسها أولا عبر تيار من الجليد المتجمد يبلغ سمقه 20 سنتيمترا علق رأسها وجذعها تماما مما أدى إلى حبسها في الماء البارد دون وسيلة للتنفس وعلى الرغم من أن زملائها وجدوها بسرعة فقد ثبت أنه من المستحيل إخراجها بأعجوبة وجدت آنا جيبا هوائيا تحت الجليد للتنفس لكنه لم يكن حلا دائما كانت لا تزال بعمق الخصر في الماء البارد المتجمد كانت بحاجة إلى الإنقاذ وبسرعة وصل المزيد من الناس إلى مكان الحادث للمساعدة لكن الجليد كان سميكا لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الحفر من خلاله بعد أربعين دقيقة وصل البرد أخيرا إلى آنا وفقدت الوعي في الوقت نفسه توقف قلبها عن النبض استغرق الأمر أربعين دقيقة أخرى مؤلم حتى تمكن رجال الإنقاذ أخيرا من إخراجها وعندما فعلوا ذلك لم تظهر على آنا أي علامات على الحياة تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى وعمل فريق من أكثر من مئة طبيب وممرد في نوبات متعددة لمدة تسع ساعات لمحاولة إنقاذها عندما وصلت كانت درجة حرارة جسمها أربعة عشر درجة مئوية أدنى درجة حرارة للجسم تم تسجيلها في ذلك الوقت بعد تسع ساعات نجحت الجهود المذهلة التي بذلها الطاقم الطبي في إعادة تشغيل قلبها واستعادة درجة حرارتها إلى وضعها الطبيعي ليس هذا فحسب فقد نجت آنا من المحنة دون أي آثار طويلة الأمد على الإطلاق اتضح أنه بسبب بقائها في الماء البارد لفترة طويلة كان لدى جسدها الوقت ليبرد تماما قبل توقف قلبها هذا يعني أنها بالكاد كانت بحاجة إلى أي أكسجين للبقاء على قيد الحياة لذلك على الرغم من فشل قلبها تمكنت من العيش لفترة كافية لإنقاذها من قبل الأطباء كاد قلبي أن يتوقف بمجرد سماع هذه القصة لم أزر شلالات نياغرا من قبل ولكنني أرغب حقا في رؤيتها تشتهر الشلالات الثلاثة في جميع أنحاء العالم بجمالها الطبيعي المذهل ومع ذلك لا أرغب في القفز في الماء من أعلى الشلالات وركوب التيار من الحفة ولكن يبدو أن بعض الأشخاص يحبون هذه الفكرة مثل الرجل الذي فعل ذلك بالضبط في يوليو عام 2019 في وقت ما في الصباح الباكر روحظ رجل وهو يتسلق الجدار الاستنادية فوق أكبر الشلالات قبل أن يغوص في الماء من غير المستغرب تم جره بسرعة نحو الحفة قبل أن ينجرف مباشرة ويسقط على ارتفاع 57 مترا أسفل حافة الجرف العمدي يايكس والأسوأ من ذلك أن شلالات نياغرا معروفة بوجود صخور ضخمة مميتة تحت مياهها رائع ومع ذلك وبطريقة ما تم العثور على الرجل على الأرض أدنى مصابا بجروح طفيفة فقط نعم كما خمنت اتضح أنه كان في الواقع سوبرمان حسنا حسنا أنا أمزح لقد كان سوبر محظوظا رغم ذلك كما ترى في ذلك الوقت كانت بحيرة إيري التي تتدفق إلى الشلالات تشهد أعلى مستويات المياه التي شهدتها على الإطلاق بسبب ذلك كانت المياه تتدفق من البحيرة إلى الشلالات بقوة أكبر بكثير من المعتاد لذا عندما قفز الرجل انجرف إلى الحافة واندفع بقوة أكبر متجاوزا الصخور أدناه ونجا ليحكي قصته آمل فقط أن يعلم هذا الرجل الغبي أن الجدران الاستنادية تبنى لأسباب وجهة في المرة القادمة التي تمر فيها بيوم سيء ستكون سعيدا لأنك وصلت إلى هذه المرحلة في الفيديو لأن قصة بيتي لو أوليفر مجنونة للغاية وستجعل حتى أسوأ يوم لك يبدو كأنه قصة خيالية بدأ كل شيء في يوليو عام 45 كانت الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وكانت بيتي البالغة عشرين عاما تعمل في الطابق الثمانين من مبنى إمباير ستايت كعاملة مصعد في الوقت نفسه كان الكابتن ويليام سميث الشاب الكفء ولكن الواثق من نفسه كثيرا يقود قاذفة قنابل بي خمسة وعشرون في مهمة العودة إلى مدينة نيويورك كانت الظروف ضبابية للغاية لكن سميث تجاهل النصيحة بالهبوط فجأة سمعت بيتي دويا هائلا بدأ العالم كله وكأنه ينقسم وقبل أن تتمكن من رد الفعل ارتفعت بقدميها وطارت في الهواء قبل أن تصطدم مباشرة بالحائط حوضها وظهرها ورقابتها انكسرت على الفور ومع ذلك عانى الكابتن ويليام سميث من إصابة أسوأ بسبب الضباب لم يكن مدركا لارتفاع تحليقه فاصطدمت طائرته بجانب المبنى كان ذلك خطأا كلفه حياته استجاب عمال الإسعافات الأولية بسرعة للكارثة وهرعوا إلى بيتي ورفعوها على ناقلة قبل أن يدحرجوها إلى المصعد لإنزالها إلى بر الأمان ولكن بمجرد دفعها ساءت الأمور أكثر انقطعت الكابلات التي أضعفتها حادثة الاستضامة تلقت بيتي صدمة هائلة قبل أن تسقط من ارتفاع 75 طابقا أسفل حفرة المصعد هذا سقوط هائل من ارتفاع 305 أمتار ولا تنسى أنها كانت مصابة بالفعل بجروح خطيرة إذن كيف يمكن لأي شخص أن يخرج من هذا الحادث على قيد الحياة؟ حسنا عندما انقطعت الكابلات التي تحمل المصعد انزلقت جميعها على ارتفاع 305 أمتار أسفل الحفرة بسرعة أكبر من المصعد نفسه لقد وصلت للقاع قبل أن تصل بيتي وعملت كوسادة مما أدى إلى تخفيف سقوطها وهو أمر جنوني تماما على الرغم من تعرضها للضرب والكسر تعافت بيتي بشكل لا يصدق وعادت إلى صحتها الكاملة في غضون ثمانية أشهر فقط واو لقد ارتدت حقا من هذا الحادث أفلام الرعب مخيفة بالتأكيد لكن أحد أكثر الأشياء المرعبة التي يمكن للإنسان أن يتحملها هي الكوارث الطبيعية لقد رأى مواطن بيرو مدى الرعب الذي قد سببه ذلك في مارس عام 2017 عندما ضربت البلاد أسوأ فيضنات شهدتها منذ عقود بعد أن سدت مياه الفيضنات طريق رجل ما قرر المخاطرة بالقيادة عبرها على أي حال نعم ليست فكرة جيدة بمحض الصدفة نجى دون أي إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول شيء نفسه عن سيارته نعم كارثة تامة معضلة الصقف فكر في بداية هذا الفيديو وستتذكر المرأة التي ناجت بأعجوبة من نيزك هذا جنوني لا تفهمني خطأ لكن هذا ما تفعله النيازك تسقط من السماء ومع ذلك لا تفعل الشاحنات الصغيرة ذلك عادة لهذا السبب أصيب أحد سكانك ومخوثة بجنوب إفريقيا بصدمة كبيرة عندما استيقظ فجأة على صوت واحدة تصطدم بصقف منزله من المدهش أنه لم يصب السائق ولا صاحب المنزل بأذى وهو أمر جنوني في حد ذاته ولكن بنظر إلى أن شاحنات صغيرة ليست نوعا من الطقس فإن هذه القصة مجنونة للغاية عندما سئل عن كيفية حدوث ذلك قال سائق الشاحنة ببساطة إنه قاد سيارته فوق مطب من نوع ما وحسنا هذا كل شيء حسنا يقول شهود العيان إن السيارة طارت خارج الطريق قبل أن تصطدم بالمنزل بقوة لكنني لا أستطيع أن أفهم كيف حدث هذا لم تهبط السيارة عموديا فحسب بل هبطت على ظهرها أولا هل لديك أي أفكار حول كيفية حدوث هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فأخبرني في تعليقات أدنى عندما كنت طفلا تهت في محل البقالة المحلي وانتهى بالأمر بالبكاء بسبب ذلك لأيام لذا إذا انتهى بالأمر في موقف حياة أو موت فأنا متأكد من أن الأمر كان لينتهي بالنسبة لي لكن من الواضح أن الشاب أي جي ألفلاك أكثر قوة مني في خريف عام 2021 أثار الصبي الأسترالي البالغ ثلاث سنوات الذعر عندما أدرك والده أنه اختفى من منزلهما في نيو ساوث ويلز تم إطلاق عملية بحث ضخمة ولكن بعد ثلاثة أيام بدأ الأمل ينفد بعدها وبشكل لا يصدق تم العثور على الصبي على بعد كيلومتر تقريبا فقط من منزله على قيد الحياة ويشرب الماء من جدول محلي لم يكن على قيد الحياة فحسب بل بدأ مسترخيا وراضيا في محنته أي جي مصاب بالتوحد ويعتقد الباحثون أن هذا هو ما ساعده على النجاة من محنته التي استمرت ثلاثة أيام على ما يبدو فإن الأطفال المصابين بالتوحد غالبا ما يكونون أقل وعيا بالخطر من غيرهم ويستمتعون بالاستكشاف أيضا كما أنهم أقل حساسية للألم كان هذا ليكون مفيدا بالتأكيد نظرا لأن الأدغال الأسترالية معروفة بحشراتها العضة المزعجة وانخفاض درجات الحرارة الشديدة لذا بدلا من الذعر كما كان ليفعل معظمنا حافظ الشاب أي جي على هدوئه واستمر في النجاة حتى تم العثور عليه يا له من أسطورة صغيرة إنها تمطر رجالا يمكنك أن تزعم أن كل من خرج من الحرب العالمية الثاني على قيد الحياة كان محظوظا بشكل مثير للسخرية لكن آلان ماغي وهو مدفعي أمريكي دفع حظه إلى أقصى حدوده كان ماغي في برج الكرة لقاذفته بي 17 يحلق فوق فرنسا المحتلة من قبل ألمانيا في عام 43 عندما أصيبت الطائرة فجأة بنيران مضاد للطائرات بدون تضيع أي وقت خرج من البرج إلى الهيكل الرئيسي للطائرة ليمسك بمظلته ولكن مع انزلاق قلبه بسرعة أدرك أن المظلة تمزقت إلى أشلاء ثم تعرضت الطائرة لمزيد من النيران مما أدى إلى تفجير قسم كامل من الجناح الأيمن اندلعت الفوضى واندفعت الطائرة إلى الأسفل في دوران مميت قبل أن يتمكن ماغي من فعل أي شيء أغني عليه بسبب نقص الأكسجين ولكن عندما كانت الطائرة بي 17 على وشك الانفجار دفعته قوة هبوطها الدوراني إلى الخروج من الجانب طرى ماغي فاقد الوعي في الهواء قبل أن يهبط على ارتفاع 6 كيلومترات إلى حتفه المؤكد لكن لم يكن السقوط إلى حتفه حقا بدلا من الاستضام مباشرة بالأرض حطم المدفعي السقف الزجاجي لمحطة قطار سان نازير وبمعجزة تقريبا كان هذا هو ما أنقذه على الرغم من إصابته بـ 28 جرحا بشضايا وكسور متعددة في العظام وتلف شديد في معظم جسده نجا ماغي كان الزجاج قد أبطأ من سقوطه بما يكفي لإنقاذه من أن يصبح فطيرا بعد أن أخذ كأسير حرب تلقى العلاج الطبية وبقي في فرنسا الفاشية حتى نهاية الحرب وانتهى به الأمر إلى العيش حتى بلغ 84 عاما يا لها من قصة رائعة لإخبارها للأحفاد هناك بعض الأشياء التي أبحث عنها عندما أحاول العثور على مكان جديد للعيش فيه منزل جميل حي ودود وغياب عام للأعاصير القاتلة ولكن إذا كنت تعيش في تيكساس فمن الصعب العثور على مكان به كل هذه الأشياء الثلاثة في مارس عام 2022 اكتشف رايلي ليون البالغ 16 عاما هذا بالطريقة الصعبة كان المراهق يقود سيارته عائدا من مقابلة عمل في إلغين تيكساس عندما شعر فجأة بمؤخرة شاحنته الصغيرة تهتز للأعلى قبل أن يتمكن حتى من رد الفعل تبع ذلك بقية السيارة وارتفع رايلي تماما عن الأرض متمسكا بعجلة القيادة من أجل النجاة استعد بينما انقلبت السيارة بأكملها في الهواء وسقطت على الأرض على جانبها لكن الكابوس لم ينتهي بعد بينما استمر رايلي في الإمساك بعجلة القيادة بدأت الشاحنة تدور حول محورها مثل نوع من اللعبة الدوارة المرعبة بعد بضع ثوان من هذه الرحلة الخطرة المربكة تم رفع الشاحنة عن الأرض وبشكل لافت للنظر هبطت على العجلات الأربع مرة أخرى دون إضاعة أي وقت ضغط رايلي على دواسة الوقود وسارع بعيدا عن الإعصار وعاد إلى بر الأمان على الرغم من أنه احتاج إلى الرعاية الطبية يسعدني أن أقول إنه بخير على الرغم من أن هذه الشاحنة في حاجة مهسة إلى طلاء جديد لا أعرف ما هو رأيك ولكنني أميل إلى الشعور بالرعب إذا كنت في مكان مغلق وصغير ولهذا السبب ربما كنت سأموت لو كنت في نفس موقف صبي فليبيني يبلغ 11 عاما في أبريل عام 2022 الفليبين معرض لجميع أنواع الطقس المتطرف وفي ذلك الشهر كانت عاصفة استوائية ضخمة تسبب دمارا في جميع أنحاء البلاد الصبي المسمى سي جاي كان في المنزل يحتمي من العاصفة مع عائلته عندما حدث ما لا يمكن تصوره انحدر انهيار طيني هائل مباشرة إلى جانب المنزل وحطمه ودمر المبنى بمحض الصدفة لم يصاب سي جاي بالانفجار الأولي واستخدم تفكيره السريع للركض إلى المطبخ وصدق أو لا تصدق الدخول داخل الثلاجة من خلال إخراج كل الطعام التسلق وإغلاق الباب خلفه تمكن سي جاي من تأمين الحماية لنفسه من العاصفة الهوجاء ولكن محنته لم تنتهي بعد فمن غرفته الصغيرة المظلمة كان يسمع إعصارا يدمر كل شيء بالخارج واستمر الإعصار لساعات مما أدى إلى تطاير الثلاجة وكسر ساق سي جاي لكن الصبي لم يتحرك وانتهى به الأمر منحنيا بالداخل لمدة عشرين ساعة إجمالا قبل أن تهدأ العاصفة أخيرا لذا بحلول الوقت الذي وصل فيه فريق الإنقاذ في النهاية إلى مكان الحادث يمكنك المراهنة على أن الصبي المسكين كان مسرورا للغاية لإخراجه من سجنه الذي فرضه على نفسه وعلى الرغم من وجوده في الثلاجة فأنا متأكد من أن أعصابه لم تكن باردة أبدا من الصعب أن نتخيل أي شخص أقل حظا من المشردين ولكن حتى الأشخاص الأقل حظا يتعرضون أحيانا لضربة من الحظ أو اثنتين مثل روبرت رجل مشرد من دنفر كان يركب دراجته عبر الطريق في خريف عام 2008 من العدم استضم به سائق متهور مباشرة وأسقطه على الأرض ولكن بدلا من التوقف للتحقق مما إذا كان بخير انطلق مرة أخرى يا له من أحمق في أول ضربة حظ لروبرت كان أحد المرة لطيفا بما يكفي لاستدعاء سيارة إسعاف له وعند وصوله إلى المستشفى وجد أنه مصاب بجروح طفيفة فقط الآن التعرض لصدمة من سيارة والخروج منها بخدش بسيط يعد حظا سعيدا ومع ذلك من الواضح أن روبرت لم يكن سعيدا بالاكتفاء بذلك بعد أن أمضى بضع ساعات في المستشفى وخرج في صباح الباكر عاد إلى دراجته وبدأ في الرقوب مرة أخرى حتى وصل إلى جسر للسكاك الحديدية في المسافة كان بإمكانه رؤية أضواء قطار يقترب لكن مهلا بتأكيد لا يمكن أن يصطدم به مرة أخرى أليس كذلك؟ معتبرا لديه الوقت الكافي للعبور نزل روبرت من دراجته وركض عبر المسارات على الرغم من أنه على ما يبدو كان حكمه خاطئا قبل أن يتمكن من الوصول إلى الجانب الآخر اصطدم القطار بمؤخرته وقذفه مع رأسه أولا من الجسر يا إلهي بطريقة ما كان السقوط على ارتفاع ثلاثة أمتار فقط في الجدول أدنى وتمكن روبرت مرة أخرى من تجنب إصابة خطيرة حسنا لقد كان محظوظا تلك المرة ولكن هناك درس في مكان ما هنا حول عدم محاولة عبور جسور السكاك الحديدية أثناء اندفاع القطار نحوك من كان ليصدق ذلك؟ سواء كنت تجيد القيادة أم لا فإن فكرة التورط في حادث السيارة مرعبة بنسبة للجميع تقريبا ومع ذلك فإن بعض الحوادث أسوأ من غيرها مثل حادث المرعب الذي تورط فيه كيلب ويتبي في ليلة ضبابية في يناير عام 2015 كان كيلب يقود سيارته على الطريق السريع في أوريغون عندما خرجت الشاحنة أمامه عن السيطرة وانحرفت غير قادر على التباطئ في الوقت المناسب استضم كيلب مباشرة بالجزء الخلفه من الشاحنة فانقلبت مركبته كان هذا في حد ذاته صادما للغاية لكنه لم يكن شيئا مقارنة بما حدث بعد ذلك بينما كان كيلب يراقب في رعب جاءت شاحنة ثانية مسرعة نحو مؤخرة سيارته أغمض عينيه أمسك بعجلة القيادة ثم بانك كان هناك حادث تصادم هائل آخر تحطم المعدن والزجاج وانكسر في كل مكان حوله حيث استضمت الشاحنة الثانية بالأولى وكان كيلب في المنتصف لقد تحطمت سيارته الصغيرة مثل علبة سودا ومع ذلك بطريقة ما كان كيلب في وسط كل هذا على قيد الحياة في الواقع لم يصب بأي خدش تقريبا ومع ذلك لا يزال هذا يبدو كأنه شيء من أسوأ كوابسي بغض النظر عن ذلك تم إنقاذه من السيارة المدمرة ونجاة ليحكي قصته ولكن كيف؟ حسنا ما أنقذ حياة كيلب هي المناطق المنتصة للصدمات هذه المناطق في السيارة تم بناؤها عمدا بشكل أضعف من البقية بحيث إذا استضمت فإنها تنهار بدلا من الأجزاء المهمة يعني الأجزاء المحيطة بك وبالتأكيد قامت بعملها من أجل كيلب حيث امتصت كل تأثير الاستضامة حتى ظل مقعده وجسمه سالمين الآن هذا ما أسميه سيارة مضغوطة ربما سمعت من قبل عن سفينة سياحية سيئة السمعة تسمى تايتانيك ولكن ربما لم تسمع عن أحد أكثر ركابها شجعة ديك ويليامز كان ديك لاعب تنس أمريكيا وعندما صعد على متن السفينة المنقوبة في أبريل عام 12 مع والده تشارز لم يكن لديهما أي فكرة عما كان سيحدث لهما عندما اصطدمت السفينة بالجبل الجليدي بقي ديك ووالده على متنها لأطول فترة ممكنة وساعد كل من استطاع للوصول إلى بر الأمان حتى أن ديك حرر راكبا محاصرا من مقصوراته عن طريق كسر الباب بعدها قبل أن تغرق السفينة بلحظات قفز الأب والابن إلى الماء من المحزن أن تشارز لم ينجو سقط قمع ضخم من السفينة عليه عندما قفز ومع ذلك تمكن ديك من السباحة إلى قارب نجاة وصعد على متنه مع بعض الناجين الآخرين ولكن بمجرد صعوده وجد نفسه غارقا في الماء المتجمد حتى ركبتيه ولم يكن لديهم أي شيء لإفراغه به كان استخدام أيديهم العارية مؤلما بشكل لا يصدق لذلك جلس ديك والناجون الآخرون يرتجفون في الماء المتجمد لساعات في النهاية تم إنقاذهم لكن البرد الشديد ترك ديك يعاني من قدمة سقيع شديدة في كل تسقيه أصر الأطباء على ضرورة بترهما لكن ديك لم يكن ليجلس مستلقيا ويترك ذلك يحدث بالطبع لا رفض العملية وبدلا من ذلك أجبر نفسه على الوقوف كل ساعتين والمشي للحفاظ على الدورة الدموية في سقيه الأمر الذي كان ليكون مؤلما للغاية في حد ذاته والمثير للدهشة أنه نجح تعافى ديك تماما واستمر في بناء مسيرة ناجحة في رياضة التنس وفاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد عام 21 آه كما قاتل في الحرب العالمية الأولى وحصل على ميداليات خدمة متعددة لإنجازاته نعم لم ينجو ديك من المستحيل فحسب بل ازدهر منه النجاة بأعجوبة يتعرض الكثير من الناس لمواقف النجاة بشق الأنفس مثل هذا الرجل الذي كان يغير رشاشا في حديقته الأمامي عندما حدث هذا من العدم لحسن الحظ سقطت الشجرة بطريقة تركت الرجل دون أن يصاب بأذى لكن هذا أقرب ما يمكن أن يكون لي النجاة بأعجوبة ومع ذلك فقد اقترب هذا الرجل من ويسكونسن بالتأكيد بشكل أكبر من هالأعجوبة بضع ثوان أخرى وكان ليكون تحت تلك الشجرة مباشرة عندما سقطت يا رجل أراهن أنه تمنى أن يكون شجرة في تلك اللحظة لكن المواقف التي تهدد الحياة لا تتعلق كلها بالأشجار خذ هذا الرجل الحرفي الذي كان مشغولا بقطع شيء ما عندما انكسرت عجلة القطع الفولذية طارت بعيدا وضربته مباشرة في قناع الحماية سنتمترا واحدا فقط وكانت ستدخل مباشرة في عينيه الحمد لله على وجود قناع الحماية على الأقل لم يكن عالقا في أعلى مبنى يحترق ووجد هذا الثقاف غير المحظوظ في رودوفر بالدنمارك نفسه محاصرا عندما اندلع حريق في ناطحة سحاب مكون من ستة طوابق وكان يشق الحريق طريقه إلى الأعلى من المدهش أن سائق رافعة سريعة تفكير قام بتحريك خطافه نحو البرج حتى يتمكن هذا الرجل من القفز عليه والنزول إلى بر الأمن تحدث عن التشبث بحياتك وأخيرا ما هذا برأيك؟ لست متأكدا؟ حسنا إنها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية محملة بألف ومائة طن من الوقود القابل للاشتعال وهذه مرساتها مثبتة بإحكام في توربيد قديم غير منفجر يا إلهي عندما رفع طاقم السفينة المرسات استعدادا للإبحار أدركوا أنهم أسقطوها أثناء الرسو عن غير قصد على التوربيد الذي كان يرقد في قاع المحيط منذ الثمانينيات مع العلم أنه حتى التوربيدات القديمة لا تزال قادرة على الانفجار فمن حسن حظ الجميع على متن السفينة أنهم خرجوا سالمين حسنا هذا كل شيء اليوم ما هي القصص التي أثهرت إعجابك أكثر من غيرها؟ وهل تعرف أي شخص نجى من مثل هذه المواقف المستحيلة حتى يتمكن من الظهور في الفيديو التالي؟ أخبرني في التعليقات أدنى وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر